نتناول في فقرتنا الطبية اليوم موضوع لا نتناوله كثيراً أو لا نعيره لأهمية الكافية على رغم من أنه تتأثر في حركتنا وصحة بشكل كبير صحيح هبة سنتحدث عن تشوهات القدم ونفصل أنواعها الأحدية المناسبة لها وأيضاً سنكمل نتعرف على التمارين الرياضية لكل منها نرحب معنا في الستوديو اختصاصي في علم الحركة وتأهيل إصابات الرياضية للتحدث عن هذا الموضوع دكتور ويسام الذهبي صباح الخير دكتور صباح الخير يعني هذا الموضوع بالفعل مهم جداً والكثير من الناس يعانون من تشوهات من ألم يعني مختلف الأمور التي تخص القدم ما هي هذه التشوهات وهل هي وراثية أم مكتسبة مع السنة هو في أنواع من التشوهات تصير مكتسبة نتيجة نمط حياة معين أو ارتداء لأحذية غير مناسبة أو نتيجة نشاط أو مهنة معينة بتسبب هذا النوع من التشوهات وفي بعض التشوهات بتكون يعني سببها الأساسي ويراثي وفي بعض التشوهات للحين ما في إثبات علمي يثبت سببها أو شو سببها الأساسي نعم طيب بنسمع عن تشوهات تشوهات خلينا هيك نعرف شو هي مواصفات القدم الصحية هو عموماً منك حتى نبدأ نستغل على المجاسم لما نشوف القدم بهذه الطريقة فهون بنشوف عندنا ثلاث نقاط للارتكاز بهذه الطريقة منطقة الكعب ومنطقة المشت بتكون على النقطتين فكل ما كان التوزيع للحمل أو وزن الجسم بهذه الجزء الخلفي وجزء الأمامي بطريقة متوازنة مع ارتفاع لقوس القدم هذا كأنه مضخة للدم وبالحافظ على ثبات وتزان الجسم فهذا بيسمح أنه بنحكي على قدم صحية بالإضافة إلى الحفاظ على المساحة بين الأصابع الموجودة في القدم وهذه من أكثر المشاكل أنه بنرتدي أحذية بتحاول تضغط على هذه المنطقة فبيختل كل توازن في التوزيع نعم نعم يعني أسفل القدم وشكل أسفل القدم يعني هناك المسطح هناك المجوف متى يمكن اعتبار أنه هناك تشوه أو هناك مشكلة في القدم هناك الكثير من الناس ربما مسطح أسفل القدم لديهم كل ما حكينا على اختلال في منطقة معينة أو في أكثر من منطقة في القدم فنحكي على تشوهات مثلا إذا كان عندنا هاي المنطقة فيها ارتفاع زي ما نشوف فيهون في الصورة فيه ارتفاع في هاي الجهة وفيه ارتفاع من هاي الجهة لكن المفروض أنه بيكون بس في هاي الجهة فهون نحكي على قدم مجوفة أو جوفة في العاكس في حالة ثانية أنه بتكون هاي المنطقة كامل مسطحة هون نحكي على القدم المسطحة وبعد هاي النوع من التشوهات بيكون إليه آثار حتى على اتجاه الساق وتأثير على الركاب بعد نحكي على انحراف في إبهام القدم بالإضافة إلى بعض المشاكل الأخرى أنها بتكون نحكي على التهابات داخلية في اللفافة الضامة أو اللفافة الإخماسية للقدم هاي كلها تعتبر من أكثر المشاكل اللي بيعاني منها القدم منها ما هو مؤلم منها ما هو بس شكليا ومنها ما هو إلى تأثير وظيفي خاصة لما نحكي على في حالة الرياضين طيب خلينا نحكي عن القدم المسطحة ونلاقيها موجودة ببعض الأحيان لدى الأطفال وتكبر معهم شو هناك يعني نسمع بأنه لهذا الموضوع هناك حلول من ناحية الأحذية الملائمة هناك بأن يتحدث عن ربما تمارين معينة خبرنا أكثر عن هذا الموضوع هل يعني ممكن أن نضع له حد هل ممكن فعلا أنه نحل مشكلة القدم المسطحة أول شي خلن نفهم إيش هي القدم المسطحة نعم هي بكل بساطة هاي التجويف اللي موجود في القوس بينزل تحت بطريقة أنه تصير هاي المنطقة مسطحة عموما بيكون في حالتين الحالة القدم المسطحة المرينة اللي هي بتكون نتيجة إيش إني ارتخاء في هاي الأوطال مسؤولة عن رفع القوس وهي متصلة بالعضلات الخلفية درابلة فهذا بالتمارين نتيجة برنامج تأهيلي معين بيجيب معانا نتائج جد ممتازة في المقابل إذا كنحكي على القدم المسطحة الصلبة أو العظمية اللي هي بتكون نتيجة تشوه في تشكيل رصغ القدم وفي سلاميات القدم فهذا عموما التمارين ما بتجيب نتيجة عالية بتخفف الألم لكن ما حيث يكون إلها تأثير على التشكيل المورفولوجي أو الشكل المورفولوجي للقدم فهون في الحالات اللي ما بيكون فيها ألم بينصح بالتعائش مع الحالة لكن في حالات اللي بيكون فيها ألم فهون بالروح أصلا للحلول أحيانا للجراحية بالفعل ربما منطقة القدم لا نعيرها بالفعل صحيح مثلما ذكرنا أهمية وربما نلبس الأحذية لا نعرف إذا هي مناسبة أو غير مناسبة هل ممكن بالفعل الأحذية إذا قمنا بفحص طبعا شكل القدم إذا هو مناسب أو إذا هو صحي ولا يؤثر علينا عند التقدم في العمر هل هناك بعض الأحذية التي يمكن أن نستخدمها وأن نرتديها وتساعد في التخفيف من التشوهة ومن الألم النقطة الأولى أن شكل القدم وصحة القدم لها أهمية جدا عالية أنه أحيانا بنحص الشخص يعني من ألم في الكتف فبالروح ندور تحت في الجهة المعاكسة للجهة اليسرى في أسفل القدم بيكون في عدم توازن في توزيع القوة فصارت انحراف العمود الفقري إلى غير ذلك فالموضوع يعني وكأنه الأساس لما ما بيكون صحي ممكن بسبب مشاكل على كامل قوام الجسم زي ما نحكي على بصمة الأيدي فنحكي على بصمة القدم تقريبا ما فيه بصمة للقدم لشخص التابق مع الشخص الثاني فعشان هيك ما نقدر نقول أنه فيه حذاء ممتاز للجميع وبيضبط للجميع أو فيه براند معينة هاي الممتازة فيه قواعد أساسية في حسن اختيارنا للحذاء المناسب لكن دايما بيظل شكل القدم للشخص مقاس القدم بيحسم معنا إيش هو أفضل حذاء ريالي هل بيحسم معنا كمان أسلوب حياة معين يعني اليوم إذا هناك طفل لديه قدم مسطحة أو قدم جوفاء ربما بشكل أكبر هل ربما لا يستطيع ممارسة بعض التمارين الرياضية لا يستطيع أن يعيش حياة عادية كبقية الأطفال هناك البعض يعني منهم بيحسوا بأوجاع معينة عند الحركة أو حتى هناك سيدات لديهم قدم مسطحة لا يستطيع أن تلبس كعب عالي ربما يعني الموضوع يأخذ مناحي شوي أكتر تطورا صح في حالات الأطفال عموما في ناس كثير بيروح للحلول السهلة خاصة مع الأطفال بمجرد أنه يلاحظ أو عند التشخيص الطبيب أنه بيلاحظ أنه فيه تشوى في القدم خاصة في الحالات عند الأطفال باللاحظ القدم المسطح أكثر من القدم الجوفاء فبيروح مباشرة إلى الضبان أو ما يسمى بالفرشات الطبية أو اعتماد الأحذية الأورتوبيديكسية بس في أغلب الحالات الأطفال مع فترة البلوغ بتتعدل شكل القدم عندهم بطريقة طبيعية الأسباب الأساسية منها أنها قلة حركة الأطفال أو أنهم بيرتدون أحذية غير مناسبة لهم فيه بالنسبة للأطفال خاصة في اختيارنا للأحذية نحتمد ثلاث مقاط في اختيارك للحذاء أول شيء مقاس يجب أن يكون أوسع شوي من مقاس الحقيقية لقدم الطفل ثاني شيء أنه بيضمن لك يحتيك ثبات من منطقة الكعب وبيدعم منطقة الكعب بيدعم القوس وبيوفر راحة شاملة خاصة للأصابع لأنه إذا كان في ضغط على الأصابع هذا سيسبب تغير في شكل سلاميات القدم هو في فترات النمو دكتور دعنا تحدث عن موضوع عن تشوه معين هذا هو انحراف الإبهام يعني هو الشكل يكون غير صحي ولكن أيضا طرق علاجه ربما تكون كثيرة تكون مؤلمة كذلك وهذا يسبب بحد ذاته انحراف الإبهام ألم للشخص حدثنا عنه لماذا يعني يظهر هذا الانحراف هون زي ما بنشوف في الصورة هو انحراف في السلامية الأولى لمشت القدم وتختلف على حسب تطور الحالة هذا النوع من الإصابة أو النوع من التشوهة بيكون النساء إحصائيا مظبط أكثر من الرجال لعدة أسباب وميسميه متلازمة مضيفات الطيران لأنهم بيعتمدوا أساسا على الكعب العالي كجزء من زيهم الرسمي في العمل لكن الحين ما في سبب مباشر بيثبت إيش هو السبب المباشر لانحراف إبهام القدم الجانب الوافي عموما بيكون إليه تأثير استعمال الكعب العالي طول اليوم بعد إليه تأثير خاصة في تعميق المشكل لكن من بين التفسيرات خاصة أنه من حصل هذا المشكل عند النساء أنه تركيبة الأربطة الضامة أو الأنسجة الضامة للقدم والنسيج للعضلات في القدم أكثر مرونة من الرجل بالتالي سيؤثر على قوة تماسك هذه السلاميات من شأنه أنه بيأثر على القدم بهذه الطريقة الحلول عموما تدخل بالتمارين لتحفيز وإعادة تنشيط هذه النوع من العضلات بيعطي نتائج ممتازة في تخفيف الألم وفي تثبيت الحالة لكن صعب أنه بيقدر يغير انحراف العظم أو تغير شكل العظم فالحالات دايماً لما بيكون فيها التهابات عالية ما بيكون فيها صعوبة في المشي فنقدر نتعايش معها باعتماد بحسن اختيار الأحذية المناسبة حتى بتكون رسمية بيكون فيها ارتفاع الكعب بجزء معين من بين الأحذية التي تقدر نقول مناسبة لماذا؟ بمبدأ مناسبة لأنها بتعطيني في مستأول الكعب ارتفاع مقبول وبنفس الوقت قاعدة ثبات عالية ففاح يكون فيه توزيع خلي نقول تقريباً متوازن بالرغم أنه فيه ارتفاع الكعب لكن فيه توزيع بين الوزن على منطقة المشط وعلى منطقة الكعب تقصد بالتوزيع يعني أنه الكعب ليس رفيع أنه الكعب عريض كعب عريض وغير عالي هذا بيسمح أنه الجسم بيشيل أو الكعب بيشيل جزء من وزن الجسم نعم نعم طيب وبهالنوع من الأحذية أنت ذكرت بأنه هناك بعض الفرشات التي توضع أسفل الحذاء لكي تقوم بعمل الداعم الأساسي للقدم هالفرشات بتكون موجودة بمثل هذا النوع من الأحذية أو أنا بشتريها لحالها طبعاً لأنا أدي قياس قدمي طبعاً لأنا حالتي شهية وأنا أضاعها بكل حذاء لدي هو في اختيارنا للحذاء في نقاط فنية لازم نأخذها بعين الاعتبار مستوى صلاب الدعم قوس القدم مستوى ارتفاع الكعب على المشط مستوى اتساع منطقة الأصابة هاي من أهم النقاط لنأخذها بعين الاعتبار لكن هل ترى لو نبي راحة أو نبي أكثر رفاهية الروح مباشرة إلى تفصيل فرشة طبية الإجابة المباشرة لا في حالات صح نحتاج أن نسوي بصمة للقدم ثم تفصيل بناء على بصمة القدم نفصل فرشة طبية ثم نشيل الفرشة الموجودة أريد في الحذاء نعني مثل هذه الأحذاء التي نراها هاي الحالة هو حذاء ستوندرد عادي لكن بيحترم مقاييس معينة وهي منطقة القوس ممتازة في مساحة يعني ما في ضغط عالي على مستوى الأصابة وبيعطي ثبات عالي خاصة في مستوى الكعب هذا النوع من الأحذية مثل مفيد جدا يعني بلبس كجول وبنفس الوقت هو بيعطيك راحة خاصة في مستوى الكعب خاصة للناس عندها فلاك فوت ويكون فيها عندها ميلان في الكعب نعم أيضا لدينا صور أخرى أنا بدي هيك تتعلق لنا عليها ما بعرف ريتا إذا فيك تحطي لنا الأحذية المفتوحة خاصة للأشخاص اللي عندهم انحراف بالأصبع الكبير هل بتساعد هذه الأحذية؟ هاي من أفضل الأحذية لأنها قريبة من مقاربة البيرفوت لأنه الحين صارت زي الترند أنه بنستعمل أحذية تقريبا زي الجوارب يعني بتعطي مساحة وما تدعم كثيرا وكأنه الشخص بيمشي حافي هاي إلها مقاربة إلها إيجابياتها مع احترام التدرجي لأنه صعب أنك بتجيب شخص متعود على أحذية معينة وفجأة بتعطيه هاي النوع من الأحذية ممكن بيسبب له بعض الالتهابات فهاي ممكن تعتبر من الأحذية المناسبة في التدرج في القرب من هذا النوع من الأحذية ليش؟ لأنه بيعطيني ثبات عالي في مستوى الكعب بيدعم لي لو زي ما شايفين في الصورة منطقة القوس وبيعطي حرية مطلقة خاصة في منطقة الأصابع وهذا اللي يبيه نبيه نشط العضلات الضامة للأصابع اللي هي مسؤولة أساسا على توزيع الحمد خاصة في منطقة المشد نعم ولكن ما بتعطي أي نتائج بالنسبة للأصبع الكبير يعني نحن عم نحكي عن انحراف عظمة وبتشوفي على مواقع التواصل الاجتماعي أنه في جهاز يركب على هذا الأصبع ويقوم شده أو مشد معين يعني هذا مخالف اللي عم نشوفه هلأ على الشاشة هو حلو أنك طرحت هذا الموضوع في أنواع من الأجهزة أو القطع الشبه الطبية بيثبتونها حتى تساعد في تخفيف هذا النوع من الحرافات بهام القدم لكن بعطيك قاعدة أساسية الجسم وخاصة الدماغ ما بيحفظ بالثبات بيحفظ بالحركة بمعنى تبي الجسم يقدر يعدل شيء في قوام الجسم حتى وينكل الأصبع فلازم نشط العضلات المسؤولة عن تحريك ذاك المنطقة أو ذاك العضو في الجسم فالمفتاح الأول لازم تنشط العضلات اللي صار فيها تراخي أو صار فيها خمول قد تساعد في حالة عدم الالتهاب لكن لما شخص مثلا في هذه الحالة عند الالتهاب في هذه المفصل وانت بتثبت عليه شيء وبتضغط عليه أكثر فممكن بيصعب الحال أو بيسبب مشاكل أكثر ربما الكل أيضا يتحدث أن النتيجة النهائية أو العلاج النهائي هو يمكن العمليات الجراحية على العموم بدنا حلقات بعض أكثر الحديث عن هذا الموضوع وخاصة فيما يخص الأطفال هنروح للحلول الأسهل الحلول الأسهل الآن والتحاجة للحركة اللي عم بيحكي عنها الطبيب دكتور رسام سنبقى في نفس هذا الموضوع ولكن مع التمارين الرياضية المناسبة لتشوهات القدم مع المدربة الرياضية فرح بكر رح نروح لعند فرح دكتور تفضل فرح يعني هالموضوع ما بعرف إذا هيك أخذتي كمان فكرة عنه وسمعت عن شو كنا عم نحكي والحلول بالتمارين الرياضية ممكن أنه تساعد مثل ما ذكر تفضل دكتور لهون مثل ما ذكر الدكتور فيه تمارين معينة طبعا ممكن أنه تساعد تفضل لهون نحن نعطي بعض التمارين اللي هي صحية وينصح بها الجميع في أدائها بهدف تنشيط مرونة الكاحل لتخفيف الضغط على القدم وتنشيط العضلات المسؤولة عن تحريك الأصابع وتطوير ثبات القدم على الأرض نحن نعطي بعض الأمثلة ثم رح نروح في جزء ثاني نحن نعطي بعض الأمثلة للحالات اللي بتعاين فيها انحراف إبهام القدم خلينا نحكي هيكي بشكل عام عن هالتمارين أوكي شو بتساعد كل واحدة بأي تشوه معين وطبعا من بعد رح نترك فرح لحتى تفرجينا هذي التمارين الرياضي أوكي أول شي ممكن حتى نبتدي إذا كانت نبتدي بالتمارين أول شي إذا فينا نشرح يمكن أكثر عن شو التمارين اللي يجب أن نكون فيه أوكي التمارين الأول كان ساعد حتى نقدر ننفر بنفس الوقت التمارين الأولى الأربع عهد رح تكون هي لتصحة القدم بشكل عام نحن نشط مثل معل العضلات ونشط دورة دموية فهو رح يحطها على الإصبع أول شي لازم تكون هاي دي شوية عالية عن الأرض هون بزيت الوقت دكتور نحن كمينا نكون عم نمرن عضلات الفقد الأمامية صح؟ بغط هون لو نشوف أنه دائما لما نستعمل الحبال المطاطية شو بيصير معنا؟ أنه ما بيعطيك ثبات معين فتنشيط العضلات المسؤولة على الجهتين عريضي تم تحفيزها بهدف أنه نشتغل على ثبات القدم بنفس الوقت الإصبع الإبهام هو يعتبر الإصبع الرئيسي في الحفاظ على ثبات القدم وهذا التمرين كمان بيساعد بالموضوع كنا نحن نحكي عنه اللي هو يعني انحراف في العضم ولا هيدا تمرين آخر هي بمجرد أنه سوري بهاي الطريقة احنا شغالين لو تشوفي اتجاه السحب أو اتجاه المقاومة أنها تلغط لقدام هذا يسمى قبض للأصبع بس بمجرد أنه نشتغل وغيرنا الزاوية بهذه الطريقة وهي راح تصير تقاوم بهذه الطريقة أو أنه نشتغل بهذه الزاوية ونسحب لهذه الطريقة احنا نحفز عضلات ثانية طيب هيدا التمرين هلأ راح نشوفه مع فرحة أكتر غير نحكي هيك سريعا عن يعني التمرين الأخرى بشو راح تساعد يعني هذا الإبهام في تمارين أخرى العضلات الثانية التمرين الثانية نشتغل عليها أساسا أنه كيف نقوي لأنه هو لما يصير معنا بعد إذنك هو شو بيصير معنا لما يصير فيه انحراف هاي المنطقة من العضلات المسؤولة عن انضم بيصير فيها ارتخاء وخموط فكل ما نشطنا العضلات الموجودة بهذه المنطقة ونشطنا العضلات المسؤولة أنها تسحب لفوق راح يتخفف الانحراف هذا وحينضم لهذه المنطقة يعني بكل بسحة نقوي الأنسجة الضامة لهذه المنطقة خلينا نترك هلأ فرح تقوم بالتمارين الرياضي راح نتابعه أكيد راح نرجع لك ونشرح كمان أكثر شو هايدي التمارين وشو بتساعد طمع شكرا كيرا حال شكرا دكتور هذه التمارين عندك تعليق عليها أول شي ولا أي مدى هيك بتعطي نتائج إذا كانت سريعة أو إذا كانت على المدى شوي طويل هي هاي النوع من التمارين اللي شفناها كلها حتى وإذا كان ما عندنا أي إصابة نقدر نستعملها لو شفتوا هون عندنا بعض الأمثلة في البداية عاطينا التمارين نقدر أي شخص يقدر يستعملها بنشط فيها أغلب العضلات المكونة للقدم وفيها عضلات بستهدف أساسا انحراف إبهام القدم وخاصة اللي بيقوي فيها منطقة الضعف اللي حكنا فيها والجزء الأخير أو الأربعة تمانية الأخيرة كانت بستهدف أصلا منطقة قوس القدم كيف نرفع قوس القدم خاصة في الحالات اللي بيكون فيها قدم مسطحة مرينة يعني ناجع عن قمول في عضلات نعم حصة واحدة ما رح جيب نتيجة أحد سبب شدود وألام من بكرة بس بس لكن نزم على الأقل أسبوعيا خلينا نقول في برنامج كامل لازم نتدرج فيه نحكي على الأقل بتكون عندنا ثلاث حصص في الأسبوع لفترة لا تقل عن ثماني أسابيع حتى نقدر نحكي على نتائج حقيقة في تطور وفي تحسن في الحالة نعم نتمنى فعلا يعني مشاهدينا أن يكونوا استفدتم من هالفقرة المهمة جدا من تشكر نحن طبعا فرح بكر مدرب الرياضي ودكتور وسام الذهبي الاختصاصي في علم الحركة وتأهيل إصابات الرياضية شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات شكرا لك شكرا لك